للمرة الأولى يوجه مبعوث الأمير العام للأمم المتحدة إلى اليمن يوجه أصبعه صوب الحوثيين مباشرة وبلغة مقتضبة لكنها صريحة وغير مواربة في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن ساور القلق كثيرا المبعوث غرفيث التي تضمنت إحاطته الحديثة إشارات جديدة على قدر نسبي من التحديد وخارج سياق ما جرت به إحاطته السابقة فلأول مرة يعرب غرفيث في إحاطته الأخيرة عن قلق يساوره بشكل خاص بشأن الأحكام التي تضمنت الإعدام والتي أصدرتها محكمة في صنعاء الشهر الماضي ضد عشر صحفيين في إشارة ضمنية منه إلى ميليشيا الحوثي ينوب عن اسم فاعلها ضرف المكان بتحديد أدق وأوضح أثارت إحاطة المبعوث مسألة مقلقة أخرى عن إعلان الميليشيا الحوثية نيتهم لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة في السادس عشر نيسان إبريل الماضي وتسعى ميليشيا الحوثي إلى سحب ملايين الدولارات من نشاط الحساب الخاص للبنك وهي أموال عامة تنوي الميليشيا نهبها من البنك بدون ما وثائق لازمة وكان فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن كشف مطلع فبراير الماضي عن وثائقة دين قيام الحوثيين بتحويل أموال عامة لصالح قادة ميدانيين من ميليشياتها من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة وتؤكد وثائق لجنة الخبراء الدوليين قيام ميليشيا الحوثي العام 2016 بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال 22 مليون دولار أمريكي إلى حساب في بنك خاص لصالح مقاول حوثي في اللجنة الثورية للحوثيين واعتبر تقرير الخبراء تحويل الحوثيين أموالا من البنك المركزي اليمني لصالح اللجنة الثورية التي تعتبر جماعة مسلحة أمرا غير قانونيا تماما فيما تأتي نية ميليشيا الحوثي نهب فرع المركزي في الحديدة جريمة حوثية جديدة في مسلسل النهب لبلد يعيش تحت خط الصفر والفقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر